بين واشنطن وفرنسا علاقات تاريخية ومتينة رغم ما عرفته من مد وجزر خلال السنوات الماضية زيارة الرئيس الأمريكي إلى باريس عكست حرص البلدين على إبراز كون أوجه التوافق بينهما أكبر بكثير من المسائل الخلافية خلاصة عززها استباق الجانبين لهذه الزيارة الأولى من نوعها للرئيس بايدن إلى فرنسا بإحياء ذكرى إنزال قوات التحالف في نورماندي لما تكتسيه من رمزية كبيرة للحلفاء الغربيين لقد أظهرنا للعالم خلال هذا الأسبوع مرة أخرى قوة التحالف وما يمكن تحقيقه سويا ذلك ما تمثله العلاقة بين فرنسا والولايات المتحدة الملف الأوكراني بدأ من أبرز القضايا التي تتطابق فيها وجهات نظر باريس وواشنطن بعد اجتماعات منفصلة جمعت قائدين البلدين بالرئيس ولودومير زيلنسكي جددات عهداتهما بدعم كييف في تصديها للغزو الروسي بالتمويل والعتادة العسكرية يتجسد التوافق بيننا في الملف الأوكراني والموقف الموحد لبلدين حول الوقوف لجانب الشعب الأوكراني في صموده أمام الاعتداء الوحشي الذي يشنه الرئيس بوتين كما هيمنت الحرب في قطاع غزة على أجندة الزيارة وعبر الرئيس الفرنسي أمانويل مكخون عن دعمه للخطة التي اقترح عنظره الأمريكي مؤخرا لوقف العبليات العسكرية في القطاع وإحلال سلام دائم وشامل نريد توصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار وفتح أفاق حل سياسي يمهد طريقة لسلام دائم يضمن الأمن والاستقرار لكلا الشعبين لذلك نحن ندعم الخطة الأمريكية لإيجاد اتفاق شامل في خضم الأجواء الإيجابية السائدة حاضية التباينات القديمة الجديدة بين البلدين بنصيب من المباحثات فرغم تراجع التوترات التي تعود إلى عهد الرئيس السابق دونالد ترامب على خلفية النهج التجاري الحمائي لواشنطن واختلافات في وجهة النظر في ملف المناخ طفت بعض الملفات الخلافية إلى السطح وفي مقدمتها المخاوف الأوروبية المستمرة بشأن تأثير قانون خفض الضخم الأمريكي على اقتصادات المنطقة خلال زيارتي لواشنطن في دوجنبيرا من 2022 كانت لدي الفرصة لتفسير عواقب قانون خفض التضخم على الاقتصاد الأوروبي لقد ناقشنا الأمر من جديد إنه قانون عملي من جانب دعمه لتخلص الاقتصاد الأمريكي من الكربون بما ينسجم مع اتفاق باريزة للمناخ هدفنا إيجاد أرضية مشتركة لتحقيق المزيد من التكامل بين أوروبا والولايات المتحدة في المجالات التشريعية والاستثمارية وأيضا التكنولوجيا النظيفة والذكاء الإصطناعي وكذا الفلاحة والصناعات الغدائية وتعتبر هذه الزيارة الأطول من نوعها للرئيس الأمريكي جو بايدن في خضم حملته الانتخابية للرئاسيات الأمريكية المرتقبة في أكتوبر المقبل وتشمل أجندتها أيضا إصدار إعلانات حول التعاون في منطقة المحيط الهادئ والتحول الطاقي والطاقة النووية قبل قمة مجموعة السبب في إيطاليا ثم قمة الناتو بواشنطن في يوليوز المقبلة